بسم الله الرحمن الرحيم أهلاً وسهلاً بيكم أعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي التجال شعبة التسويق وسوء المال برحب بيكم في حلقة جديدة من حلقات منهج الرياضة المالية كنا استعرضنا مع بعض في الحلقات السابقة الباب الأول واشتغلنا في الباب الأول موضوعين مهمين جداً 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 الموضوع الأول كان العلاقة بين الفائدتين البسيطة والمركبة يبقى احنا اخذنا موضوع العلاقة بين الفائدتين البسيطة والمركبة واتعرضنا الحالات كتيرة جداً جداً منها وبعدين دخلنا في موضوع مهم جداً اللي هو كان الجملة المركبة ولو تفتكروا رحبنا ساعتها بتضيف الحلقة معنا كان الجدول الأول طبعاً الجدول الأول اختصاصه يجيب الجملة المركبة الجملة المركبة اشتغلنا بقانون الآلة الحاسبة وكمان اشتغلنا بقانون الجدول الأول أفكركم مع بعض لأنه هنحتاج الكلام ده كله في حلقتنا النهاردة الجملة المركبة كنا بنقول الجملة بتساوي ألف في مستخرج الجدول الأول زي ما حضرتكم فاكرين كنا بنقول الجملة بتساوي ألف في مستخرج الجدول الأول يبقى إذن الجدول الأول بيختص بإيجاد الجملة المركبة وبعدين قلنا أقدر أجيب الفايدة عن طريق الجملة ناقص أصل المبلغ يبقى أنا كده اشتغلت الجملة المركبة بالجدول الأول الجيم بتساوي ألف في جيم نون بمعدل عين اللي هو سميناه مستخرج الجدول الأول بعد كده قلنا عوزين نجيب الجملة بالآلة الحاسبة وقلت الجملة بالآلة الحاسبة بتساوي ألف في واحد وعين أس نون واخدنا تمارين كتير عليها واخدنا المعدل الحقيقي والمعدل الجزء عايزين النهاردة إن شاء الله نحط عنوان لحلقتنا ودي حلقة مهمة جدا 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 إن شاء الله اسمها القيمة الحالية والخصم وكمان معانا موضوع مهم اللي هو استبدال الديون إيه هي القيمة الحالية والخصم والموضوع ده بيختص بإيه أو بيدرس إيه هنشوف مع بعض بس قبل ما نبدأ حلقتنا لازم نرحب بضيفنا الجدول الثاني الجدول الثاني يبقى كان نضيف حلقتنا اللي فاتت كان اسمه الجدول الأول واشتغلنا وعرفنا إن الجدول الأول بيختص بإيجاد الجملة المركبة بعد كده دخلنا في موضوع الجدول الثاني في الحلقة بتاعت النهاردة وهنرحب بضيف جديد اللي هو الجدول الثاني الجدول الثاني يا جماعة وظفته أو اختصاصه إيجاد إيجاد القيمة الحالية إيه بقى موضوع القيمة الحالية ده هو؟ تعالوا نشوف مع بعض قبل ما أبدأ كلامنا لازم أخذ بعض التعريفات اللي هتساعدني في فهم هذا الموضوع القيمة الإسمية والقيمة الحالية والخاص تلت تعريفات مهمين جداً جداً أول حاجة عايزين نقولها إيه هي القيمة الإسمية إيه هي القيمة الإسمية القيمة الإسمية هي قيمة الدين هي قيمة الدين في موعد استحقاق يعني أنا لما أقول لحضرتك أنا عاوز أشوف تمرين عملي على هذا الكلام أقول لحضرتك لو أنا علي كمبيلة تستحق في 2023 يبقى ما أقدرش أتصرف أخذ الكمبيلة دي هنفترض أن قيمتها الإسمية 10,000 جنيه يبقى أنا لو عندي كمبيلة بعشر تلاف جنيه تستحق في 2023 ما أقدرش أخذ العشر تلاف جنيه دول إلا لما تيجي سنة 2023 طيب يا مستر لو حابب تاخدها قبل 2020 هتضطر الضحي بجزء من قيمتها اللي هنسميه خاصة وليكن هتضحي بألفين جنيه علشان تاخد الكمبيلة قبل موعد استحقاقها تقول لي يعني أنت كده بتقول لي أنها أخذ 8,000 جنيه فقط بالزبط كده يبقى ساعدتك هتاخد دلوقتي قيمة حالية قيمة الكمبيلة دلوقتي 8,000 جنيه إنما قيمتها الإسمية بعد الثلاث سنين هتاخدها عشر تلاف جنيه زي ما هي تقول لي بأحنا كده خصمنا كان برفع عليك خصمت ألفين جنيه يبقى أنا دلوقتي عايزة أرجع تاني لتعريف القيمة الإسمية أقول له القيمة الإسمية هي قيمة الدين في موعد استحقاقه قيمة الدين إمتى؟ في موعد استحقاقه طيب أما القيمة الحالية هي قيمة الدين أو قيمة الورقة التجارية قبل موعد استحقاقه يبقى أنا عندي قيمتين لاي كمبيلة قيمة حالية وقيمة إسمية القيمة الإسمية اللي هي القيمة الأصلية بتاعتنا العشر تلاف يبقى عشر تلاف أما القيمة الحالية دايما تكون أقل من القيمة الإسمية لأن حصل فيها جزء الخاص يبقى أنا لما أجأ عرف القيمة الإسمية تاني قيمة الدين في موعد استحقاقه أما القيمة الحالية قمت الدين قبل موعد استحقاق طيب إيه هو الخصم؟ أقول الخصم هو الفرق بين القيمة الإسمية والقيمة الحالية أو هو المبلغ الذي يخصم من القيمة الإسمية للدين مقابل سداده في تاريخ استحقاق طيب ممكن تفكرنا يا مستر تاني بقوانين القيمة الحالية أقولك أن القيمة الحالية هتيجي من الجدول الثاني القيمة الحالية هتيجي منين؟ من الجدول الثاني يبقى لازم أكون عارف إن الجدول الأول يختص بالجملة زي ما درسنا قبل كده الجدول الثاني يختص بالقيمة الحالية قانون القيمة الحالية بيقول إيه؟ بيقول الحه بيساوي أو القيمة الحالية بتساوي السين في مستخرج الجدول الثاني خدت بالك هنا مستخرج الجدول الثاني بيقول إيه؟ حه نون بمعدل عين يبقى هنا بيقول إيه تاني؟ القيمة الحالية بتساوي القيمة الإسمية في حه نون بمعدل عين حق نون بمعدل عين هو مستخرج الجدول التاني حد يقولي تاب لو ما لقيتش الرقم في الجدول أقوله تقدر تستخدم قانون الألة الحزبة هتضرب القيمة الإسمية في واحد وعين من مية قص ناقص نون أو طالب شاطر يقولي طالما دي قص سالب نون أقوله تقدر تجيبه القيمة الحالية عن طريق اسمك القيمة الإسمية على مستخرج الجدول الأول يعني سين على واحد وعين من مية قص نون التلت طرق صح وكل الكلام ده سهل وجميل إن شاء الله وتعالوا مع بعض نشوف تمرين ونحله براحتنا خالص بيقولي كم بيالة قيمتها الإسمية عشرين ألف جنيه كم بيالة قيمتها الإسمية عشرين ألف جنيه يبقى دي القيمة الإسمية خاصبت قبل موعد استحققها بمدة كم سنة؟ تسع سنوات بمعدل خصم صحيح مركب حداشر في المية سنويا احسب القيمة الحالية للكم بيالة ده أول جزئية لازم نركز فيها تعالوا معايا كده عايزين نتعلم إزاي مع بعض نطلع معطيات أي تمرين واشتغل فيه براحته لما نبص هنا معايا نقرأ التمرين براحتنا تاني بيقولي كم بيالة قيمتها الإسمية عشرين ألف جنيه يبقى ساعتك هتبدأ تقولي أن القيمة الإسمية أهي بكام؟ بعشرين ألف جنيه دي القيمة الإسمية للكم بيالة دي القيمة الإسمية للايه؟ للكم بيالة طيب كمان قلتلي خصمت قبل موعد استحقاقها بقد إيه؟ بتسع سنوات يبقى القيم بيالة دي تخصمت قبل موعد استحقاقها بكم سنة؟ بتسع سنوات يبقى النون بتساوي تسع سنوات بمعدل خصم صحيح مركب 11% سنويا المعدل سنوي ما عنديش اي مشكلة ساعتك هتعمل ايه ايه المطلوب منك مطلوب مني القيمة الحالية تعالوا نفتكر كده قانون القيمة الحالية هقوله القيمة الحالية بتساوي القيمة الاسمية سين خد بالك بقى في مستخرج الجدول التاني يبقى هنا حضرتك عايز تقول مستخرج الجدول التام التاني طيب شيل القيمة الاسمية وحط كميتها كام هتقول لي 20 الف جنيه في مستخرج الجدول التاني عند تسع سنوات قدام 11% تقول لي اروح الجدول التاني واجيب قدام تسع سنوات تحت 11% هلقى على طول مستخرج الجدول التاني عندي قيمته علامة 3-9 0-9-2-4 على طول تبتدي تضرب الكلام ده في العشرين الف هيطلع معاك القيمة الحالية سبع تلاف تمنمية وتمنتاشر وتسعة واربعين من مية كده انت حصلت على القيمة الحالية بس كمان كان فيه مطلوب تاني عندي هو كان طالب مطلوبين في التمرين عندي عاوز القيمة الحالية والخاصة حضرتك شاطر وجبت القيمة الحالية عن طريق ضرب القيمة الاسمية في مستخرج الجدول التاني اللي كلنا بنرحب بيه النهاردة وقولنا له انت شغلتك يا جدول يا تاني انك تجيب لي القيمة الحالية لاي مبلغ القيمة الحالية لايه لاي مبلغ يبقى الجدول التاني تاني بأكد عليك اهو الجدول التاني شغلنته بيجيب القيمة الحالية للدين طيب جبنا القيمة الحالية وطلعت 7.818.49 ده القيمة الحالية يا ميستر أقل من القيمة الإسمية طبعاً برفع عليك طيب كان مطلوب كمان الخصم أقول له مقدار الخصم اللي عندي أقول له مقدار الخصم الخصم رمزه إيه؟ رمزه صعب طيب قانون الخصم بيجي إزاي؟ أقولك بمنتهى البساطة الخصم بيساوي الفرق بين القيمتين الإسمية والحالية يبقى الخصم بيساوي الفرق بين القيمة الإسمية والقيمة الحالية طب حضرتك احنا جبنا القيمة الاسمية كانت موجودة معنا في التمرين اللي هي كانت بعشرين الف كانت بكام بعشرين الف نقص القيمة الحالية اللي احنا لسه جايبينها اللي هي سبع تلاف تمنمية وتمنتاشر وعلامة تسعة واربعين تمام تقدر تقول لي برافو 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 كده احنا حصل لنا خصم اتناشر الف مية واحد وتمانين وواحد وخمسين من مية يبقى انا دلوقتي عرفت ايه هو موضوع القيمة الحالية وايه هو موضوع الخصم يبقى انا خدت تمرين قلت فيه بمنتهى البساطة ان الكنبياء لقيمتها الاسمية كان عشرين الف جنيه خصمت قبل موعدها بتسع سنين بمعدل حداشر في المية سنويا وبعدين طلب مني القيمة الحالية وطلب مني الخصم جبت القيمة الحالية بمنتهى البساطة بقانون القيمة الحالية الحاة بتساوي سين في مستخرج جدول اتنين جميلة جدا عايزة جيب الخاص وهو ده الخاص اللي بيساوي القيمة الاسمية ناقص القيمة الحالية ده كان موضوع القيمة الحالية والخاص بمستخرج الجدول التاني طيب عندي كمان طالب يقول لي طيب افرد يا مستر ان انا جالي مسألة وانا المعدل بتاعي مش موجود في الجدول ولا فيها اي مشكلة ما عنديش اي مشكلة هتبتدي تستخدم قانون الالة الحزبة اللي احنا بنقول عليه القيمة الحالية بتساوي السين في واحد وعين من مية قص ناقص المدة بتاعتك او وحدات الزمن اللي عندك تعالوا نشوفها مع بعض ده تمرين سهل وجميل جدا ممكن نقول فيه بيقول لي دين قيمته الاسمية نشوف مع بعض التمرين ده بيقول لي دين قيمته الاسمية الدين ده كنت الاسمية عشر تلاف جنيه خصم قبل موعده بتلت سنين او بتلت سنوات بمعدل خصم صحيح مركب نقول مسلا سبعة وتسعة من عشرة في المية سنوية يبقى احنا بنقول ان ده دين قيمته الاسمية عشر تلاف جنيه خصم قبل موعده بتلت سنوات الدين ده قيمته كان بقى بالروحة تانية انا عايز منك ايه بقولك احسب القيمة الحالية احسب القيمة الايه الحالية هتقول لي يا مستر طلع معطيات التمرين براحتنا خالص احنا مش مستعجلين نفهم صح القيمة الاسمية بكام قلت لك بعشر تلاف جنيه معدل الفايدة اللي عند حضرتك معدل الخصم الصحيح المركب سبعة وتسعة من عشرة في المية والمدة اللي عند حضرتك بتلت سنوات مدة الخصم عندي بتلت سنوات شايف طالب شاطر لما دور في الجداول المالية ملقاش سبعة وتسعة من عشرة بقول لي يا مستر المعدل ده مش موجود عندي في الجداول المالية اقول له ما عندكش مشكلة خالص بدل ما تستخدم قانون الجدول استخدم قانون الآلة الحاسبة ايه هو قانون الالة الحاسبة افتكر معايا كنت بقول القيمة الحالية بتساوي سين في واحد وعين من مية قص ناقص المدة تعالوا نشوفها كده مع بعض هقوله يبقى القيمة الحالية هتساوي القيمة الاسمية في واحد وعين من مية قص ناقص المدة اللي عنده حضرتك يلا اشتغل شيل السين بتاعتك وحط عشر تلاف جنيه افتح قص واحد علامة سبعة علامة تسعة المعدل اقل من عشرة متفقين في الحلقة اللي فاتت بحط سفر بعد العلامة واكتب السبعة والتسعة زي ما هم قص ناقص المدة اللي هي كام التلات سنوات قص ناقص المدة اللي هي كام تلات سنوات انا عايزك تعملها معايا بالقالة كده جاهز القالة بتاعتك اهو معنا مع بعضه هقول له ايه هكتب عشر تلاف على القالة وبعدين افتح قص والواحد علامة زيرو سبعة تسعة وبعد كده اقفل القص اللي عندك والقص دسترال القص والناقص تلاتة على طول على طول يطلع عند حضرتك القيمة الحالية بسبع تلاف تسعمية وستين يبقى القيمة الحالية بتاعتك هتطلع سبع تلاف تسعمية وستين وواحد واربعين من مية يبقى انت كده قدرت تشتغل بالقالة الحزبة وقدرت تشتغل بالجدول التاني طيب عندي كمان بعض الافقار اللي ممكن تجيني في الامتحال الافقار السهلة البسيطة ده هاي ممكن تجيني في الامتحال بطريقة سهلة وجميلة كمان زي ايه مصفر زي انه ممكن يديني القيمة الحالية في التمرين يديلك القيمة الحالية في التمرين بتاعك وبعدين كمان يديلك المعدل الخصم الصحيح المركب وبالمناسبة عايز اأكد عليك ان المعدل اللي عندي خصم صحيح مركب ماينفعش خصم تجاري ان لو اشتغلنا الخصم التجاري هتكون القيمة الحالية اكبر من القيمة الاسمية وطبعا ده مخالف للمنطق بالمرة يبقى دايما هشتغل بمعدل الخصم الصحيح المركب تلاقي دايما كده المسألة يقولك بمعدل خصم صحيح مركب نرجع تاني لتماريننا وبقولك ايه الافقار اللي ممكن تجيني ان شاء الله او جات في امتحالات سابقة او عندك في الكتاب المدرسي اللي هو المرجع الاساسي والوحيد لنا كلنا قلنا مئة مرة ويديني معدل الخصم الصحيح المركب ويديني مدة الخصم طب هيطلب ايه كده برافو عليك في حاجة ما ادهليش في التمرين برافو عليك القيمة الاسمية يبقى هنا ممكن يطلب القيمة الاسمية ويديني لك الحالية والمعدل والمدة يعني لو مثلا عندي تمرين سهل جميل جدا هو على الشاشة بيقولي كمبيالة خصمت قبل موعد استحقاقها بست سنوات الكنبيالة خصمت قبل موعد استحقاقها بكم سنة بست سنوات بمعدل خصم صحيح مركب تسعة في المية سنويا فكانت القيمة الحالية الصحيحة لهذه الكنبيالة خلي بالك عشرين الف تمنمية تسعة وستين وخمسة وتلاتين من مية جنيه احسب القيمة الاسمية لهذه الكنبيالة عايزك تركز في التمرين ده كويس ولما نيجي نحل مع بعض عايزك تركز ان ايه اللي موجود وايه اللي مش موجود وهتفرق مع حضرتك بعض الاشياء الصغيرة والتفاصيل اللي انت هتقرها من التمرين بصورة سهلة وبسيطة يا مستر انت بتقولي كمبيالة وما قلتيش كمتها الاسمية يبقى برفو عليك انا فعلا مش موجود عندي القيمة الاسمية ادي اول حاجة حضرتك طلعت شاطر فيها وركزت ايه اللي موجود وايه اللي مش موجود يبقى انا ما عنديش القيمة الاسمية اهي عملت لها علامة استفهام خصمت قبل موعد استحقاك بكم سنة بست سنوات فكانت القيمة الحالية الصحيحة طيب حضرتك بتقولي قبل موعد استحقاك بكم سنة بست سنوات بمعدل خصم صحيح مركب يبقى المعدل اللي عندنا كان تسعة في المية فكانت القيمة الحالية بتاعتنا يبقى مديني القيمة الحالية جاهزة بعشرين الف تمنمية تسعة وستين علامة خمسة وثلاثين كده انا معايا القيمة الحالية معايا المعدل معايا المدة ممكن تفكرني القانون القيمة الحالية برفو عليه يا مصر احنا كنا بنقول ان الحالية بيساوي الاسمية في مستخرج الجدول التاني طيب مين المجهول عندك ممتاز انا سمعك وانت بتقولي بس ده المرة دي المجهول عندي هي مين السين يبقى اذا هقدر اشتغل مع حضرتك واقولك لو انا عاوز السين هقوله هقول القيمة الحالية على مستخرج الجدول التاني عند ست وحدات زمن تحت تسعة في المية طيب لما نجيب الجدول التاني عند ست وحدات زمن بمعدل تسعة في المية هلاقي عند حضرتك اهو تشتغل بالقلل حسبة انا عايزك تتعلم ازاي تجيب الجدول بالقلل حسبة او ازاي تجيب الجدول بمستخرج الجدول انت بتقولي ست وحدات زمن وتسعة في المية قلت لك يبقى تقول واحد وتسعة من مية قس ست قس ناقص ست يبقى تقول واحد علامة سفر تسعة قس ناقص ستة يطلع القيمة اللي عنده حضرتك علامة خمسة تسعة ستة اهي علامة خمسة تسعة ستة اتنين ستة سبعة طيب والقيمة الحالية فوقك كانت بكام برفو عليك انا سمعك بتقولي كم ادهالي في التمرين بعشرين الف تمنمية تسعة وستين وخمسة وثلاثين من مية طيب يا مستر لما نقسم الكلام ده بالاسم على طول هيطلع مع حضرتك القيمة الاسمية بخمسة وتلاتين الف جنيه ودي كانت فكرة سهلة جدا 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 ازاي اجيب القيمة الاسمية بدلالة الايه القيمة الحالية يبقى انا عندي يا جماعة اول حاجة خدتها بحرقتنا النهاردة جبت القيمة الحالية بالمستخرج للجدول التاني عن طريق كشف الجدول التاني وبجيبها بمنتهى السهولة بننقل الكشف من الجدول التاني ويضربه في القيمة الاسمية يديني القيمة الحالية وبعدين رجعت خدت التمرين لو المعدل مش موجود في الجدول التاني في الحالة دي بنعمل ايه؟ باشتغل بالالة الحزبة قلتلك عندك مطلق الاختيارات عاوز مطلق الحلية في الاختيارات عاوز تجيب القيمة الحالية بدلالة القيمة الاسمية على مستخرج الجدول الاول تمام عاوز تجيب القيمة الحالية بدلالة القيمة الاسمية في مستخرج الجدول التاني تمام ما فيش اي مشكلة وبعد كده قلتلك لو عاوز تجيبها بالالة الحزبة هتقول القيمة الاسمية في واحد وعين قس سالب نون او القيمة الاسمية على واحد وعين قس نون وعرفنا الخاص ما بيساوي القيمة الاسمية ناقص القيمة الحالية عندي عاوز استغل حلقتنا النهاردة واراجع جزئية صغيرة قد كده علشان هتخدمنا في موضوع استبدال الديون يبقى احنا النهاردة اخدنا الجدولين الجدول الاول والجدول التاني سامع طالب شاطر بيقول الجدول الاول لما شرحناه كان بيختص بالجملة المركبة والجدول التاني لما شرحنا النهاردة بيختص بايجاد القيمة الحالية طب ممكن تفكرني بالجدول الاول يا مستر طبعا الجدول الاول بيختص بايجاد الجملة المركبة وكان رمزه جيم جيم نون بمعدل عين مستخرج جدول الاول طب ممكن تفكرنا بالجدول التاني هقولك الجدول التاني بيختص بالقيمة الحالية وكان رمزه ح ح نون بمعدل عين يبقى مستخرج جدول أول جيم ومستخرج الجدول الثاني ح إذن أنا عندي جدولين اشتغلنا بيهم من بداية السنة الجملة جدول أول والقيمة الحالية جدول تاني طيب حظيك ليه بتأكد على الكلام ده كله علشان حالا مع بعض هنروح نشتغل تمرين جميل جدا جدا هو فكرته كلها إزاي تطبق بالجدول الأول والجدول الثاني وشوية منطق هنشتغل بيهم في مسألة استبدال الديون أفكر حضرتك تاني إن الجدول الأول كان الجملة بيساوي ألف في مستخرج الجدول الأول جيم نون بمعدل عين طيب ناخد تمرين سريئة كده بس حتى ناخد منه الجملة المركبة مش لازم فايدة أودع شخص مبلغ خمسين ألف جنيه في البنك بمعدل فايدة مركبة تمانية في المية سنويا لمدة 12 سنة عاوز حضرتك تحسب لي الجملة المركبة التمرين ده من الحلقة اللي فاتت يا عزي وعزيتي طالبات الصف السلس تجاري يبدأ تمرين قديم على الجملة قلتيني الجملة بيساوي ألف في مستخرج الجدول الأول تمام برافو عليك يعني الخمسين ألف اللي عندك في التمرين في مستخرج الجدول الأول تحت تمانية قدام كم سنة؟ قدام 12 سنة على طول قدرنا نحصل على الجملة 1225 يعني الخمسين ألف بعد 12 سنة بقت 125 ألف أنا عايز أسمع منك دي بقى إيه اللي حصل؟ قلتيني يا مستر أنا ملاحظ أن المبلغ زاد ممتاز الله ينور عليك المبلغ في الجملة يزيد الفلوس بتمشي لقدام الجنيه يبقى جنيه ونص واتنين جنيه وثلاثة جنيه مفيش مشكلة عندي الجنيه هيبتدي يزيد لإني بحسب له جملة الجنيه هيبتدي يزيد لإني بحسب له إيه؟ جملة أما في التمارين اللي خدناها النهاردة العشرين ألف كنا بنلاقيها سبع تلاف والعشرين ألف إنلاقيها اتناشر ألف قلتيني يا مستر في القيمة الحالية المبالغ بتنقص لإني بنحسب لها خصم أو بنحسب عليها خصم هنا بقى أنا عاوز تركيز كبير أو في الجزئية اللي جاية داي يعني يا مستر حضرتك بتقول إن في بعض المبالغ هيتحسب لها جملة وهتزيد وبعض المبالغ هيتحسب لها قيمة حالية وهتنقص ده بالزبط التطبيق اللي هنشتغل عليه في موضوع اسمه استبدال الديون بفايدة مركبة استبدال الديون هيعتمد على حاجتين مهمين جداً الجملة والقيمة الحالية الجملة جدول أول والقيمة الحالية جدول تاني تعالوا مع بعض نشوف الكلام ده ونقول هيمشي إزاي عايدك تعيشها معي كحدوتة كقصة نعيش القصة دي ونشوف الحدوتة والقصة دي ماشي إزاي وإنه هيحصل للتاجر ده بيقول لي تاجر مدين بالديون التالية الراجل ده كان عليه عشرين ألف جنيه وللأسف لم يحالفه الحظ ومقدرش يسددها كانت استحقت عليه منذ ثلاث سنوات يعني يا مصطر التاجر ده عليه عشرين ألف جنيه من إمتى استحقت منذ ثلاث سنوات ولم تسدد يا مصطر ده المفروض كان سددها من ثلاث سنين خلاص هو حر ما سددش هنحسب عليه فوايد ويدفع جملة برافع عليه يعني أنت عايز تقول لي أن الراجل ده لو ما سددش نعمل معا إيه نحسب فوايد تأخير يبقى أنت قلت هنحسب فوايد ولما نحسب فوايد المبلغ يزيد ولا ينقص يبقى لي هيزيد يا مصطر يبقى هيتحسب له جملة يبقى نرجع تاني للجزء دي وعايزين نشرح التمرين ده بمنتهى منتهى البساطة بتقول لي يا مصطر تاجر مدين بالديون التالية عشرين ألف جنيه استحقت منذ ثلاث سنوات من النهاردة يبقى كانت عليه فلوسه وما دفعهاش إن شاء الله هنغرمه فوايد ونحسب له جملة وكمان عليه تلاتين ألف جنيه معادها النهاردة التلاتين ألف جنيه معادها إمتى؟ اليوم طيب اتأخر عليك في حاجة قلت لي لا يا مصطر ما معادها النهاردة يبقى خلاص هتاخدهم تلاتين ألف جنيه زي ما هم ولا هيزيده ولا هينقصه لأن الراجل ما تأخرش عليك في الكنبيانة دي تمام قال لي ده كمان عليه بقى ستين ألف جنيه بس لسه دي إن شاء الله تستحق الدفع لسه بعد خمس سنوات يعني لسه ما جاتش قلت لك تمام إيه اللي حصل بقى اتفق المدين مع الدائن اليوم قعدوا مع بعض النهاردة وقال له انت كان عليك عشرين ألف ما دفعتهاش وكان معادها من ثلاث سنين وكان عليك تلاتين ألف جنيه معادها النهاردة وكان عليك ستين ألف لسه بعد خمس سنين قال لي اتفق المدين مع الدائن ولم يكن قد سدد شيئا مما عليه تمام ما دفعش حاجة دلوقت لحد الآن لحد اللحظة اللي بنتكلم فيها ولا دفع أي حجم الأديم ولا من الجديد قال لي ولم يكن قد سدد شيئا مما عليه واتفقوا على ما يلي أن يدفع نقدا وفورا دلوقتي النهاردة هتاخد خمسين ألف ستمائة سبعة وتسعين وخمسة وخمسين من مية جنيه ده مبلغ نقدي ويحرر بالباقي كنبيالة جديدة تستحق الدفع بعد عشر سنوات من اليوم وتتم التسوية بمعدل حداشر في المية سنويا للفايدة المركبة والخصم الصحيح المركب يبقى احنا دلوقتي هنعمل اتفاق جديد قال له إركن القديم ده كله بعد ما تحسب كمتو الحالية وقل لي انت عايز ايه قال له انا هيدك دلوقتي خمسين الف ستمائة سبعة وتسعين وخمسة وخمسين وبعدين اللي ليك هنعمل بي كنبيالة جديدة ما اطلبنيش بيها الا بعد كم سنة عشر سنوات من النهاردة الكنبيالة دي هتستحق بمعدل خصم حداشر في المية تعالوا بقى معايا نعيش الحدوتة مع بعض بالراحة ونشوف ايه اللي هيحصل يا مستر حضرتك كان عليك مبالغ كان عليك عشرين الف وتلاتين الف وستين الف تمام عايز احسب القيمة الحالية للديون القديمة اللي جه قبل تاريخ الاتفاق هيتحسب له جملة واللي جه في تاريخ الاتفاق يفضل زي ما هو قيمة اسمية واللي جه بعد تاريخ الاتفاق يتحسب له قيمة حالية يبقى انا عندي تلات حالات المبلغ الاول كان منذو او استحقت منذو عدت يعني قبل هيتحسب له جملة الجدول الاول والمبلغ التاني يستحق اليوم او الان او فورا يبقى هينزل زي ما هو كمته كانت تلاتين الف تنزل تلاتين الف المبلغ التالت لسه بعد ست سنوات او بعد خمس سنوات من الان يتحسب له عشان لسه مجاش يتحسب له قيمة حالية جدول تاني يبقى احنا كده هنحسب القيمة الحالية للديون القديمة كلها التلات ديون القديمة نحسب لهم قيمتهم الحالية علشان كده لما هروح حسب القيمة الحالية للديون القديمة هقول له بص معايا كده الجدول الاول انت اتفقت انها نحسب له ايه يا مستر؟ جملة الجدول الاول نحسب له ايه؟ جملة تمام برافو عليك وانا هيحصل معاك؟ الجملة المبلغ الاول بيساوي المبلغ نفسه عشرين الف جنيه في مستخرج الجدول الاول تحت احداشر في المية وامام تلات سنوات لان استحقه منذ تلات سنوات هتجيب مستخرج الجدول الاول اللي هو واحد علامة ستة وتلاتين سبعة ستة تلاتة وتضربه في العشرين الف جنيه وتضربه في كام؟ في العشرين الف جنيه اللي هو قيمة المبلغ على طول يدي لك جملة المبلغ الاول لاحظنا انه زاد برافو عليكم لانا تحسب له جملة يطلع سبعة وعشرين الف تلتمية اتنين وخمسين واتنين وستين من مية الى الان ما عنديش مشكلة لان حسبت جملة اللي هي الحلقات اللي فاتت وسهلة جدا المبلغ الثاني اللي هو قال لي يستحق اليوم طالما يستحق اليوم يبقى انا ما عنديش مشكلة ولا هحسب له جملة ولا هحسب له قيمة حالية ولا هحسب فيه اي حاجة يستحق اليوم ينزل المبلغ بقيمة الاسمية كما هو يبقى كلمة يستحق اليوم هينزل المبلغ بقيمة الاسمية كما هو يقوم ينزل التلاتين الف زي ما هي ما عنديش اي مشكلة فيها ده كلام كويس بعد كده المبلغ التالت اللي هو كان ستين الف ده كان يستحق لسه بعد وكلمة بعد يعني لسه مجاش اذا هحسب له قيمة حالية من مستخرج الجدول التاني تحت احداشر قدام خمسة طلعت مستخرج الجدول التاني عندي علامة خمسة تسعة تلاتة اربعة خمسة واحد اضربها في المبلغ التالتة الستين الف يديني خمسة وتلاتين الف ستمية وسبعة علامة زيره تمانية سامع طالب شاطر بيقول لي يا مستر المبلغ قيمته نقصت ايوة طبعا لين اتحسب له قيمة حالية زي ما الاول قيمته زادت طبعا لين اتحسب له جملة وكمان الدين التاني فضلت زي ما هو لانه اتحسب له قيمة اسمية زي ما هو جمع بقى الثالث قيم اقول لي القيمة الحالية للديون الاديمة بتساوي اتنين وتسعين الف تسعمية اتنين وخمسين وسبعة من عشرة يبقى دي القيمة الحالية لكل الديون الاديمة مع بعض حضرتك كده حسبت الديون الاديمة وبعدين يا مستر اقولك نرجع بقى نشتغل على الديون الجديدة عندك كم دين جديد قلت لي يا مستر انت اتفقت معا انك هتعمل كيمبيالة تستحق بعد كم سنة عشر سنوات طب قبل ما تحسب الكمبيالة مشانا كنت مديلك مبلغ نقدي في التمرين تمام دايما الحالية للجديدة بتساوي الحالية للقديمة نقص المبلغ النقدي ان وجد يبقى انا عايز اطرح المبلغ النقدي اللي موجود معاك في التمرين يبقى ساعدتك تقول الحالية للايه للجديدة بتساوي الحالية للقديمة نقص المبلغ النقدي اللي موجود عند حضرتك يبقى تروح تطرح القيمة الحالية للجديدة اللي انت لسه جايبها للقديمة 92.959 علامة 75 تطرح منها المبلغ النقدي اللي كان موجود في التمرين اللي كان كام يا شطار اهو كان 50.697 و55 من مية هتعمل فيه ايه ده هقول الحالية للجديدة بتساوي القديمة نقص المبلغ المدفوع نقدا يبقى هنترح توصل على طول للجديدة يطلع 42.262 علامة 15 من مية لحد الان كلام سهل وجميل انت جبت القيمة الحالية للكنبيالة الجديدة ايوها مستر بس انا مش عايز القيمة الحالية للجديدة ده انا عاوز القيمة الاسمية على طول بمنتهى البساطة تقول لي لإيجاد القيمة الاسمية للكنبيالة الجديدة هقسم القيمة الحالية على مستخرج الجدول التاني الجدول التاني انت قلت انها تستحق بعد عشر سنوات بمعدل 11% يبقى هتجيب القيمة الحالية اللي عند حضرتك هتجيب القيمة الحالية اللي عند حضرتك اللي طلعت معاك ب 42.262 و 15 على مستخرج الجدول التاني اللي انت جبته اللي هيطلع معاك علامة 35 2 1 8 4 وتقسم القيمة الحالية للجديدة على قيمة المستخرج هيطلع معاك القيمة الاسمية بمنتهى البساطة ب120 ألف جنيه زي ما احنا شايفينها على الشاشة يبقى هنقول تاني القيمة الاسمية الكنبيالة الجديدة بتساوي الحالية على مستخرج الجدول التاني طيب جبت القيمة الحالية للجديدة عن طريق الحالية للقديمة نقص المبلغ النقدي وبعدين هقسمها على مستخرج جدول التاني أم الديني القيمة الاسمية للكمبيالة الجديدة دي فكرة الكنبيالة لو طلب منك القيمة الاسمية للكمبيالة جديدة طيب طالب شاطر بيقول لي يا مستر لما جينا نحل امتحانات سابقة لقنا فكرة بيقول لي ان هو الداني القيمة الاسمية للمبلغ القديمة ومدادهم وبعدين الداني قيمة اسمية لدين جديد ومدته وطلب المبلغ المدفوع نقدر الحقيقة الفكرة دي من الافكار المهمة جدا والسهلة جدا وان شاء الله نشرحها مع بعض بمنتهى السهولة والسلاسة واتمنى ان احنا دايما نقربكم من النجاح بخطوات تعالوا نشوف الفكرة دي مع بعض علشان نقدر نغطي اكبر جزء من مسائل او تمرين استبدال الديون اللي ممكن تكون موجودة في كتاب المدرسة او جد في امتحانات سابقة او ان شاء الله بإذن الله ربنا يوفقكم وتفهموها وتحلوا امتحان السنة دي بطريقة سهلة وبسيطة نشوف عندي تمرين كمان بيقول لي تاجر مدين بالديون التالية 23000 جنيه تستحق الدفع بعد 3 سنوات من الان خد بالك كويس الراجل ده عليه 23000 تستحق الدفع بعد 3 سنوات من الان يعني ملسا مجاتش يبقى اذا تحسب لها قيمة حالية ممتازين يبقى تحسب لها قيمة ايه حالية يبقى ديم ازاي التمرين اللي فات ان انا كنت بجيب قيمة اسمية للكنبيالة الجديدة لا ده انا هنا بقول له تاجر مدين بالديون التالية 23000 تستحق بعد 3 سنوات من الان و25000 تستحق بعد 6 سنوات من الان و40000 تستحق بعد 8 سنوات من الان عليه كم مبلغ 3 مبالغ او 3 كمبيالات او 3 سنوات ازنية تستحق بعد 3 وبعد 6 وبعد 8 من الان كلهم بعد ازن هيتحسب لهم قيمة حالية جدول تاني اتفق مع المدين او اتفق المدين مع الداء اليوم الان على ما يلي يحرر كمبيالات يحرر كمبيالات الاسمية 80000 تستحق بعد 10 سنوات من الان ويدفع الباقي نقدا وفورا ومديني علامات استفهام ازن مين اللي مجهول يا شطار قلتلي المبلغ النقدي اللي مجهول مين المبلغ النقدي تجيب الكيمة الحالية للأول الكيمة الحالية للتاني الكيمة الحالية للتالت وتجمعها يبقى كده معاك الكيمة الحالية للديون القديمة يبقى تروح تجيب الكيمة الحالية للديون التلاتة قلنا ايه الكيمة الحالية الأول الكيمة الحالية للتاني الكيمة الحالية للتالت مستر انت ما جبت استيرت الجملة ايوة طبعا برافو عليك اللي سألت السؤال ده لان عندي كل الديون جات بعد يبقى ما فيش حد فيهم جي قبل او منذ فما عنديش جملة كل التلات ديون اللي عندي جم بعد فهنحسب لهم قيمة حالية يبقى جبت القيمة الحالية للاول جبت القيمة الحالية للتاني جبت القيمة الحالية للمبلغ التاني اجمع التلات مبالغ يقول لي دي القيمة الحالية للديون القديمة اركنها بقى وروح اشتغل على المبالغ او على القيمة الحالية للكمبيال الجديدة اللي هي كانت بالتمانين ألف احسب كنت القيم بيالك جديدة وبعدين بمنتهى البساطة المبلغ النقدي بيساوي القيمة الحالية للأديمة ناقص القيمة الحالية للجديدة يطلع معاك المطلوب بمنتهى البساطة نقولهم تاني تعالوا مع بعض عندي مبالغ أديمة تلات مبالغ وكلهم جم بعد حسبت لهم قيمة حالية قيمة حالية قيمة حالية جدول تاني جدول تاني جدول تاني جمع التلات مبالغ بعد ما تخلص هتقول ان دي هي مجموعة القيم الحالية للديون القديمة بعد ما تخلص الديون القديمة هتعمل ايه هتقول لي اروح اجيبيك قيمة الحالية للديون الجديد الدين في مستخر الجدول التاني يطلع القيمة الحالية للديون الجديدة بعد ما جبت الديون الجديدة قلت لي خلاص كده يا مصر انا خلصت حل هطرح اللي طلع من الجديدة من اللي طلع من القديمة يديني المبلغ المسفوعة نقدر ودي مسألة مهمة جدا 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 تعالوا نشوف مع بعض هنعمل فيها ايه أقول له تاجر مدين بالقاتي 23 ألف تستحق الدفع بعد ثلاث سنوات من الآن وخمسة وعشرين بعد ست سنوات من الآن واربعين بعد ثمان سنوات من الآن زي ما حضرتك قلت يا مصدر كلهم بعد على طول أجيب الديون القديمة أقول له الحالية للدين الأول 23 في مستخرج الجدول الثاني قدام ثلاث سنوات تحت 9% حسبته طلعت 17760 لاحظتوا أن الدين أقل عشان قيمة حالية نحسب الحالية للدين الثاني عشان بعد 25 في مستخرج الجدول الثاني عند تحت 9% قدام ست سنوات طلعت 149668 يلا مع بعض نحسب الحالية للدين الثاني أيها مصدر قلت لي 40 ألف في مستخرج الجدول الثاني تحت 9% قدام ثمان سنوات طلعت 200746 من عشرة لحد الآن أنا حسبت الحالية للأول وحسبت الحالية للتاني وحسبت الحالية للتالت طب أعمل إيه يا مصدر؟ أقول لك بمنتهى البساطة اجمع الثالث نواتج اللي طلعوا يبقى هنجمع الناتج الأول أهو اللي هو 177621 مع الناتج الثاني 149668 مع الناتج الثالث اللي هو 200746 من عشرة اجمع بقى الثلاثة كده بالقالة الحزبة شايفة كنت مسك القالة الحزبة بتقول لي إيه؟ طلعوا 52741 و 53 مين دول ولا اسمهم إيه؟ اللي ده مجموع القيمة الحالية للديون الأديمة برافو عليك كده انت خلصت الديون الأديمة تقدر تروح تحسب الدين الجديد الدين الجديد اللي هو يا مصدر مش كان بيقولك يحرر كنبيالة كمتة 80 ألف تستحق بعد عشر سنوات من الآن بمعدل خصم صريح مركب 9% تمام يلا احسب القيمة الحالية لهذه الكنبيالة قلت لي الحالية للكنبيالة الجديدة بيساوي الـ 80 ألف في مستخرج الجدول الثاني تحت 9 قدام عشر سنوات هتعمل إيه؟ هجيب مستخرج الجدول الثاني تحت 9 قدام عشر طلعت علامة 42-24-11 اضربها في القيمة الاسمية للكنبيالة بتاعتك الجديدة 80 ألف يطلع على طول 33 ألف سبعمية اثنين وتسعين وتمانية وتمانين من مية جنيه كده انت معاكك القيمة الحالية للكنبيالة الجديدة ومعاكك القيمة الحالية للديون الأديمة نعمل إيه بقى يا شطار؟ أقول له المبلغ المدفوع نقدل هيساوي الحالية للديون الأديمة نقص الحالية للديون الجديدة اللي ساعدتك تعبت جبته أهو من شوية الحالية للأديمة أهو فتكره 52 واللي ساعدتك تعبت وجبته 33 اطرحهم من بعض أهم يطلع المبلغ اللي كان الدفع نقدا اللي كان عليه علامة استفهام في التمرين اللي هو كان عليه علامة استفهام في التمرين أهو المبلغ المدفوع نقدا أنت بمنتهى البساطة قدرت تحسبه طلع كام؟ طلع 18948 و65 من 100 إذن إحنا خدنا كام فكرة لحد دلوقتي مهمين جدا 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 اللي هما إيه؟ أول حاجة بدأت الحلقة بموضوع القيمة الحالية والخاصة بموضوع القيمة الحالية والخاصة وعرفت إن القيمة الحالية بتاعتي بتسوي القيمة الإسمية في مستخرة جدوى الاتنين دايما جدوى الاتنين شغلته الشغلان اللي بيشتغلها بيجيب قيمة حالية لإيه؟ لمبلغ وبعدين رجعنا على الحلقات اللي فاتت وخدت مسألة على موضوع الجملة المركبة وعرفت إن جملة المركبة بتيجي من جدوى الواحد وقلت جدوى الواحد شغلته بيجيب جملة مبلغ واحد كلام كويس جدا وبعدين قمنا مطبقين الجدوى الأول مع الجدوى الثاني في حالة عملية جميلة جدا اسمها استبدال الديون أو تسوية الديون استبدال أو تسوية الديون بيقوم على قانون جميل جدا إن القيمة الحالية للديون الأديمة في تاريخ التسوية بتساوي القيمة الحالية للديون الجديدة في تاريخ التسوية زائد المبلغ المدفوع نقضا من هذه العلاقة قدرنا نستعمل العلاقة دي ونقدر نحسب المبلغ المدفوع نقضا وقلت بيساوي القيمة الحالية للديون الأديمة ناقص القيمة الحالية للديون الجديدة يبقى احنا دايما يا جماعة بنقول ان المبلغ النقدي هيساوي القيمة الحالية للديون القديمة ناقص القيمة الحالية للديون الجديدة دي كانت الافكار اللي اشتغلناها مع بعض على مدار حلقتنا برضو عايز ااكد على نفس الفكرة بتاعة المبلغ المدفوع نقدا ده عايزين نشوف فكرة تانية جميلة جدا جدا ولكن ما قاليش منذ وبعد والكلام ده كله اداني توريخ سهلة وهنقدر نحسبها مع بعض كلنا حالا بس عايز تركيز كبير معايا في التامنين ده بيقول لي تاجر مدين لاحد البنوك بالمبالغ الاتية عشر تلاف تستحق الدفع في واحد وتلاتين اتناشر الفين وخمستاشر وعشرين الف تستحق الدفع في واحد وتلاتين اتناشر الفين وسبعتاشر واربعين الف تستحق الدفع في واحد وتلاتين اتناشر الفين وعشرين وفي واحد وتلاتين اتناشر الفين واتناشر أنا عايدك بقى تركز معي في التاريخ ده جدا 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 خد بالك من التاريخ اللي فوق الألم ده هتقولي ده تاريخ 2012 أقولك برافو عليك احسب الفرق بين 12 و 15 تلاقي المبلغ الأول مدته كم سنة؟ 3 سنوات وحسب الفرق بين تاريخ الاتفاق ده أو تاريخ التسوية ده وتاريخ المبلغ الثاني 2017 تقولي ده كده المبلغ الثاني مدته 5 سنوات ما أنت قلت المبلغ الأول 12 من 15 يبقى 3 المبلغ الثاني 12 من 17 يبقى 5 المبلغ الثالث 12 من 20 يبقى 8 سنوات يبقى أنا كده قدرت أحصل على القيمة الحالية للدين الأول عن طريق 10.000 في حاة 3 تحت 8 من 100 والحالية للدين الثاني 20.000 في حاة 5 بمعدل 8% والحالية للدين الثالث 12.160 علامة 74 من 100 بعد كده تعمل إيه؟ تقولي أجيب القيمة الحالية للكمبيالة الجديدة اللي هي 60.000 في حاة 10 بمعدل 8% بعد ما جبت القيمة الحالية للكمبيالة الجديدة اللي هي طلعت 27.791 و 58 من 100 خلاص بمنتهى البساطة تقدر تتحسب المبلغ المدفوع نقضاً اللي هو إيه المبلغ المدفوع نقضاً؟ قلنا القانون بتاعه بيساوي القيمة الحالية للديون الأديمة ناقص القيمة الحالية للديون الجديدة يبقى بنقول إن المبلغ المدفوع نقضاً هيساوي القيمة الحالية للأديمة اللي هو 43.160.74 من 100 ناقص القيمة الحالية للديون الجديدة اللي هي 27.791 و 58 يبقى إذن المبلغ اللي كان مدفوع نقداً وفوراً كان 15369.16% من الجنيه دي طبعاً كانت حلقتنا النهاردة رجعنا فيها على الجملة وشرحنا فيها القيمة الحالية والخصم وشرحنا فيها اللي أهم من ذلك تمارين استبدال أو تسوية الديون وبكده أكون خلصت معاكم الباب التاني الباب التاني إن شاء الله من الأبواب المهمة جداً وإنت أنا عايزك تدور في الامتحانات السابقة من أول 2011 لحد 2020 سواء دور أول أو دور تاني هتلاقي الباب الأول والتاني عليهم أسئلة كتير جداً جداً في الامتحانات وإن شاء الله الكتاب المزرسي كتاب قيم وغني جداً جداً بالتمارين اللي موجودة على الباب الأول والتاني وأتمنى في نهاية حلقتنا إن نكون قدرت أقربكم من النجاح بخطوات وتكون الحلقة استمتعتم بها على قناة شاشتكم أو شاشة قناتكم المفضلة شاشة مصر للتعليم الفني وإن شاء الله إن شاء الله مع مصر للتعليم الفني كلنا بخير ونقفل ونجيب الدرجات النهائية في نهاية حلقتنا لا يسعني إلا أن أشكركم وأشكر فريق العمل بالقناة وأتمنى دايماً أننا نلتقي على خير وحفظ الله مصر كان معكم فتح عبد الكريم المعلم بوزارة التربية والتعليم شكراً